أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أن الدولة تتواصل التركيز على الاهتمام بقطاع الصناعة وتعميق التصنيع المحلية جاء ذلك خلال تفقده لعدد من مصانع العاشر من رمضان النهاردة الحقيقة التلات مصانع اللي احنا كنا تفقدناهم يمكن بدأنا بمصنع كبير جدا حضركم يعني شفتوه معانا وهو متخصص في إنتاج الأجهزة الصحية والحقيقة هو مصنع بكل المقييس على أعلى مستوى عالمي ممكن تكون في هذه الصناعة والمصنع بالحقيقة بيصنع لكل البرندات العالمية يعني المصنع زي ما حركم شفتو بينتج لكل الأسماء العالمية اللي احنا طول عمرنا بنسمع عنها أنها دي أعلى منتجات في العالم وبقى بيصدر لهذه الدول اللي هي الهدف بتاعه كله التصدير لأوروبا وحيبدأ التصدير لأمريكا وشفنا مدى يعني جودة العمل وأعلى مستوى والأهم التصميمات العالمية اللي بقت النهاردة تفوق ما يعني اللي احنا بنشوفه حتى في الدول المتقدمة وده الحقيقة كانت حاجة مشرفة وحاجة تفرح قلعة صناعية كبيرة جدا فيها أكتر من ألفين عامل وفيها يعني أكتر من مئة مهندس مصري التصميمات بتتعمل في مصر وفيها أكتر من حافة صاحتاج جدا فيه أكتر من عامل وفيها أكتر من أكتر